سيناريو تراجع بريطانيا عن بريكست وبقائها في الاتحاد الأوروبي بات غير مستبعد وذلك بعد أن لقي الاتفاق الذي أبرمته لندن مع بروكسل بشأن الانسحاب معارضة شديدة من قبل الحلفاء قبل الخصوم وزير التجارة البريطاني ليام فوكس وهو من المؤيدين البارزين للخروج قال إن هناك احتمالا بنسبة 50% لوقوف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إذا رفض البرلمان البريطاني اتفاق الحكومة مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملية الانسحاب وفي الوقت الذي لم تبقى سوى ثلاثة أشهر على موعد الخروج البريطاني بدأ اتفاق رئيسة الوزراء تريزا ماية تهاوى ليفسح البجال بذلك أمام سلسلة من الاحتمالات تتراوح بين خروج سلس والسلساخ المثيق للقواعد التجارية الحالية من أجل تنظيم العلاقات المستقبلية إلى خروج غير منظم أو بالأحرى فوضوي ينجم عنه الوقف الكامل في تطبيق القواعد الأوروبية في بريطانيا بين عشية وضحاها لتصل الاحتمالات إلى إلغاء الانسحاب وفي أسوأ السيناريوهات ستتكبد الشركات الأوروبية داخل القارة مبالغ باهظة نتيجة التأخيرات في وطيرة التبادل التجاري مع بريطانيا ومن المتوقع أن يصوت النواب البريطانيون على الاتفاق في منتصف كانون الثاني بعد أن ألغت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في وقت سابق التصويت المقرر على اتفاقها لإدراكها بأن البرلمان سيرفظه ومع رفض بروكسل إعادة تفاوض على الاتفاق المبرم مع لندن وتحسين شروط تراها لندن ضرورية للقبول بالاتفاق في البرلمان البريطاني وجهت أصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوروبي بالعمل على إبقاء المملكة في التكتل وهو ما نفاه رئيس المفوضية الأوروبية جاني كلوديون كار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من آذار المقبل بعد عضوية استمرت 46 عاما ستكون له تابعات على الأعضاء السبع وعشرين الباقين في التكتل والذي سيفقد الكثير من قوته وهو من شأنه أن يخلف آثار كبيرة في مختلف المجالات بالقارة العجوز اشتركوا في القناة